شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بمدينة واشنطن حول مكافحة تنظيم داعش حضره معالي السيد جو بايدن نايف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حيث قدم سعادة السفير بريت ماكيجورك مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش قدم إجازا للجهود التي يقوم بها التحالف في مواجهة تنظيم داعش الارهابي وليات رفع مستويات التنسيق بين دول التحالف والتحركات المطلوبة لدحر هذا التنظيم والقضاء عليها وقد شدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة في كلمة ألقاها أمام الاجتماع على أن مواجهة داعش باتت ضرورة عالمية لا تحتمل أي تأجيل أو تباطئ أو تهاون بل تحتاج إلى تكاتف جميع الدول واجتماع كل الجهود إلى العمل المشترك حتى يمكن القضاء على عصابات داعش الاجرامية بأيدلوجياتها المتطرفة وأفكارها التكفيرية وممارساتها الوحشية التي لا تمت للدين ولا للإنسانية بصلة والتي وضعت العالم كله أمام معركة مصيرية وجدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته وتعاونها مع كافة الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الأفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم دون استثناء والداعي إلى العمل بكل قوة على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء على مصادره ومسبباته مؤكد أن معالي حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يساهم في مواجهة مختلف التهديدات الأقليمية والدولية الراهنة